دخلنا بعدها في تفاصيل مونير الفنان الكبير الكنج طبعا كلميني عن إحساسك أول ما عارفتينك هتغني معاه وكلميني أكتر بقى عن كواليس الموضوع طبعا بالنسبة لي تجربة الغنى مع الكنج هي كده أعتقد أنها من أهم الحاجات اللي حصلت لو ما كانتش هي الأهم في السنازي وهي تجربة أنا ببسط قوي بيها وبحسنها فعلا كانت زي الحلم كميني رشحك أصلا؟ الكنج سمع الأغنية شبابيك إحنا كنا عامين لشبابيك في 2018 وبعدين جالي تليفون من سامر إنه كينج سمع أغنية شبابيك وعايز إنه هو يعني فيش حد رشحك للكينج أعتقد أنه أكيد فيه هو الأختارك يعني فيه شباب كانوا سمعوا الأغنية وكده وهو سمعها وقال إنه هو عايز وفي الحال فيها حاجة طريفة وكان فاكر نحن مش مصريين آه بصدرط كان فاكر نحن من المغرب ما تجي نسمعها بقى شمعنا المغرب يعني؟ مش عارف غالباً يا غيلي بردو بعد يا غيلي مع أن هي أصلاً أغنية كويتية يعني خاليجية أصلاً كلامها يعني كويتي فكن أعتقد الناس بتفتكر إن إحنا عشان أغنية يا غيلي هي غالباً أنا يعني ده تفسيري شكراً أغنية شكراً أغنية شكراً أغنية